محمد الشيخ فيه يعني أحد المتابعين يقول لك ليش محاولة فادة خيم ظهار محمد جحفلي بالإسطورة لأنه رجعهم لوضعهم الطبيعي يعني الفريق النصراوي هو يطرأ عليك للسفسار لا أنا ما بقول رجعهم لوضعهم الطبيعي ولم يرجع نصر العام الماضي هو بطر الدوري واللي قابل بطر الدوري ولكن ما أحدث محمد جحفلي بكل بساطة هو صدمة حتى اللحظة لم يستفق منها النصراوي أولهم أبو فيصل أبو فيصل ذكره لما جاب جحفلي للقول طلع في المنصة ويقول للجمهور سوبر سوبر حتى أنا سألتك اش تقصد في ذي قال جايين السوبر جات السوبر أيضا جات الضربة أقوى من الضربة اللي في الكاس ولذلك أعذر النصراويين غير قادرين على استيعاب جحفلة محمد جحفلي وأولهم خوينا أبو فيصل طيب الآن تقول أنا ما بغى أنزل للجحفلة العموم هو لو سجل الهدف في ذاك الوقت الحاسم أو الوقت الضيق أو ما تبقى أي لاعب هلالي آخر ما ينصد من النصر عادي يعني ترى محمد الجحفلي لاعب سعودي كأي لاعب آخر كأي لاعب ثاني سوى سجل الهدف جحفلي أو سجل لو جاتك غيبوبة مش صد أعذرك حقيقة يعني وش يتغير لو دخلت في غيبوبة يمفيصل أعذرك في ذاك الوقت شوف أنا بقول لك هو المسألة مش الهدف من سجل الهدف المسألة في الهدف هو نفسه أنه حسم المباراة يعني لو جاب الهدف حتى خالد شرحيلي يعني وش بيتغير ستسمونها شرحلة وش بيتسوي على العموم أنا بعود لشيء مهم أنت بالحصائية لما أنا ما ودي يعني أستنقص من الكابتن سامي لكن أنت بمدحك وثنائك الزايد يعني أضيف أنه ترى الكابتن سامي لم يحسم في يوم من الأيام مع المنتخب أي مباراة ما له أي هدف حسم في المنتخبات هذا يرجع أنت مورخ وتتابعه تقول ثاني شيء أنه ما نبغى نكرر أو نذكر شيء المؤسف السنترا ثمان مرات أو التاسعة ويسمي ملك السنترا فهذه ما ذكرتها أنت هل تصنف لأنه أنت ذكرت من 2006 أو زي كذا نسيت هذه هي العار الكروي على المنتخب السعودي اللي هي الثمانية كان بطلها من الكابتن سامي الجابر فما أدري وش تعللها هل تشيلها من أعللها دي ما يعللها تشيلها من إن كان تبيني أحسبها لسامي الجابر خليني أحسبها على سامي الجابر طيب أقول لك معلش معلش وقف هذا الثمانية Martin هو الكابتن أنت بقول لي هذه خليني أحسبها على سامي الجابر لكن رح أقول لك أنه سامي الجابر هو ترمو متر الكرة السعودية ينخفي سامي الجابر كتنخفي الكرة السعودية أكلنا في مستوى ثمانية نعم في ذاك الوقت ثمت على هذا وأكلنا ثمانية بوجوده هذه تبقى تعيد الثمانية ثمانية بوجود سامي الجابر تبقى تكررها يعني لا يا películaسف يا إخي ما نبقى لعب يكررنا الثمانية شوهت الكرة السعودية وموجود الكابتن سامي والله سامي لعب يعني أقدر واحترمه لكن انت اللي خليتني أفطر أني أقول شيء هذا من مبالغاتك سامي آسف يا سامي أنت لاعب قدير وكبير ولكن الأستاذ محمد هو المخلان نذكر الشيء السلبيات اللي تركتها فيه طيب شكرا